على التكهناتنا وهذا كل شي هو راه ديما العلم للغيب يبقى ديما ساحب الغيب وديه حرية تعبير في كل ابراج وفي كل التكهنات ثم برشا الناس هكا كمنا حملو تهاش في الابراج وكذا كل شي في التكهنات يقول لك محصن نذيرة وعنا حرية التعبير باش نجم نعبره في اي حاجة قبل في عهد البيت عهد المخلوعة كنا نحكوك عن الابراج وعالحب وعالعمل ونحكو عن الرياضة تو مداما بعد الثورة دي هو ربي مطانع بها الثورة هاكل نجم نعبره في الابراج ونعبره على كل اي حاجة نعبره على تكهناتنا في في اي موضوع وحنا نجمع 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 نقوله اي تكهنات والعلم جمع وزيرها وما ننسوش هذي كلها مجرد تكهنات ايه مجرد تكهنات مع لا غير ذلك معنا ما نجم نسوقه حد شي والعلم الغيب يبقى ديما ساحب الغيب يمكن شوف تصدف يمكن شوف تصدفش رغم النجموش ثم برش الناس يقول لك لا برشة ايه تكهنات او دي رغم هذا علم الغيب يبقى ديما ساحب الغيب والله واعلم والله واعلم ولما لكن هي اسمها اذية ترفيهية انا نرفوها الانسان في برجه في حظه ثم ناس تحتاج للبرج الحظ يقول لك شنو يخفاه وانا رجع للبرج الحمل نبدأ برج الحمل 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 هو رغو برج ناري كما حكينا فيه بداية اذية جامفي في 2019 قاعد مزال بارك مزال ما قدمش قاعد كسح عليه البرد قاعد سنة في برشة اه مفاجآت في الطريق قاعد سنة في فلوس سنة في مال عنده برشة مصروف مزال ما دخل حتى شي قاعد برشة كواكب مغتي عليه خاصتانها لكل السروج مؤثر على اذية البرج هو كما حكينا في كواكب البرج المشتري وبرج العطارد مع القمري يأثر على برج هو الحمل الحمل قاعد متنرفس قاعد مغشاش قاعد مخنوق يحب حاجته فيسا فيسا يقول له يا ساحب الحمل انت قاعد تقدم قاعد عندك برشة حويلة في سنة طريق الطريق مفتوح امامك حسب البلورة وحسب الكارتروجيا يقول لك في برشة مفاجآت الطريق يقول لك نقص ما تزرع ما تزرعش برشة نقص ما تزرثرة حاول ديما قولي قوي وديما ننصح فيه برج الحمل وقول لك راو ديما اكل ساني انتاك ولي هاكك ديما خالي كل شي بالكتمان الاسبوع داي يمر كما هو بداية الاسبوع ديما حسو مخنوق في نصف الاسبوع ثم مفاجأ طيبة جاتو يقول لك خبر طيب وحاجة يكون كادو باهي يكون اصفر يكون حاجة مش فرحه في خنتو يقول لك اصبر اتنال ماذا بيك ما تزرعش الحمل يزيك من الغلطات اللي سابق بل ديما الحمل يحب بيسي بحاجة طريقي صحيح صحيح هو خمم كاتو خمام لكن ما تزرعش في برشة حويش رد بالك من اخر الاسبوع تعرض لك بعض المشاكل لكن تكون انت ديما قوي ديما ساحب الفكرة الارقام الحظه كما حكينا فيه ارقام فردية الثلاثة او تسعة اعداش اللون ديما يعشق هو الاكحل والجري ديما انشي معها الاسبوع دي انشي معها اكثر والايامات اللي الناس ببوه هو يوم الخميس ويوم الاثنين شوفوا البرج الثور هو الثاني الثاني هو الكارتولوجين بتاعه يقول لك منكتف من ربع الشيرة عنده برشة مصروف يحب يخرجه قاعد قاسس في اثنية طيبة عنده الفرح موجود في الطريق اصحاب اللي قاعدين يقدموا في امور العاطفية وفي امور الزواج موجود آآ عندهم شي تشنج مع امور العائلية من بعضهم عندهم بعض اصحاب السوق ما يخلوش ينجح ساحب الثور في الاسبوع دي يمر بسعوبات كبيرة برشة قل له ماذا بيك كون قوي ماذا بيك تحمل كل المهي والخايبة ما تكونش ثرثار برشة كون ما تكونش عنيد حاول اخذ كلمة وعطي كلمة باش تعدلك اسبوع طيب انت قاعد سنة برشة آآ حوايج تصلك قولك ما تسراش حاول دي ما تكون طيب انت توقيع قاعدين ينظرولك وقاعدين يحاسبولك اثنية حاجة اخرى ساحب الثور عنده فرح في هذا الاسبوع كان مقدمين في اي طريق ان شاء الله يكون طريق مفتوح امامه ورد بلا من ابراج الهوائية تقلقوا برشة الابرج المائية تنشي معها اكثر من لازم وابرج النارية يقلقوه في اذا اخر الاسبوع اللون يعشق هو دي ما يعشق الروز ويعشق دي ما حاجة تكون فيها اه شاشاي الارقام الحظ هو رقم اربعة ورقم ثمانية والايمات اللي نسبوه هو يوم الاثنين ويوم السبت شوفوا الجوزاء الجوزاء كسيف مرشوق حاب يخرج الكرة اللي في قلبه لكنه ما قاش حل حاب يقدم لكنه ما نجمش ساحب الجوزاء حسب البلورة وحسب الكارتولوجيا يقولك انت طيب واحنين لكن تحب توصل لكن ان شاء الله الطريق مفتوح امامك من زال ايامات جهتك الجوزاء هما زود متقارنين مين يحبوش يشكون يناقشهم دي ما كلمتهم هما اسحاها ساحب الجوزاء يقولك ارد بلك من اصحاب اللي يقبل اللي يذروك دي ما كله غربال غربال حاول اكسب كن البهي ازيك من اكل اصحاب السوء اللي اذا حبتم اعطوك في غرطات انت الداخل في اعام جديد ابدأ صفحة جديدة وانسى الماضي ماذا بك ما تحسبش يقولك اخسر وفارك وقول ماللا راحة انشاء الله يكون الطيب البرج الحمل اه مع برج الجوزاء يلواته مع عظم اكثر من لازم مع برج القوس وتي مع اكثر زي ذاك كالعادة وعظنا الابراج اللي ناسبه البرج الجوزاء الجوزاء هو اخر اسبوع عنده مفاجأة طيبة الارقام الحظ هو رقم 15 ورقم 25 اللون يعشقه دماء فيه سيدة الجري ويعشقه فيه النعم العسلي والايمات اللي ناسبه هو يوم الجمعة ويوم الاربعة شوفوا البرج السرطان هو الرابع السرطان قاعد يقدم في خطوات باها قاعد عينيه محلولة برشا واستنى في الايمات اللي قادمة اللي مش تفرحوا واحكينا فيه بداية العام اللي هو تكونات الابراج المائية مش تفوز سناء بكثرة عجيبة لكن هو ما عندهش صبر يحب اليوم قبل الغدوة يا ساحب السرطان قل لك انت برج قمري وقاعد يذوي لك لكن الكتلة السروج اللي هبطت هذه تأثر على برج القمري يزم يخرج من كوكب العطارد وكوكب المشتري باش يليه يذوي قدم يذوي الكوكب القمري قدم يجيه الخير والرزق مدام تو اسحاب موجود والسروج موجودة والبرد موجود يغتي على القمري ما تخليش الشمس تزول اكثر واكثر معناها دي ما تاعب الفترة هذه لكن اقولك بعد العسر يسر منذوق الحلو لما تجيك المرة شوي اسبر تنال لكن حاول الامور العاطفية ما تتعطيش كل الكفاية اللي عندك امور الدراسة ازمك تركز اكثر من لازم وفي امور متزاوجين يحاولوا ما يحاسبوش على شخيقة ورقيقة خلي كل شيء بالراحة الاول اللي الصارتان الاصفر والروز الارقام الحظ هو رقم هنا ورقم تسعة وتحتاش والايمات لناسبه البرج السارتان هو الايامات هو الاحد ويوم الخميس شكرا باذا بالنسبة للارب على براج الولانيين كل عادة في ساعتنا اثانيا تستانيونا في الاربع لبراج الثانيين وفي ساعتنا ثلثة تستانيونا في الاربع لبراج الاخرانيين انتوما اذا كانت تحبوا تشيركم معنا اذا كانت تحبوا تعرفوا شو مخبيلكم الحظ كل عادة